السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن الانتقال السريع بين أوراق العمل في برنامج الأكسل مما يوفر الوقت والجهد عندنا هذا المثال لجدوى الخاص بإجمال أرصدة الزبائن يحتوي على عمود الزبائن ورصيد كل زبون والعمود الأخير موجود فيه الرابط الذي لو كنت بالضغط عليه سيتم تحويلك إلى صفحة الزبون والتي تحتوي على العمليات المالية الخاصة بالزبون وفي هذا المكان موجود رابط لو ضغطت عليه يقوم بإرجاعك إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى مثلا الزبون جلال نصر رصيده سالب 130 الآن لو ضغطنا على أوبن سيتم تحويلنا إلى صفحة العميل جلال نصر ورصيده 130 نضغط على الرئيسية فيتم إرجاعنا إلى صفحة أرصدة الزبائن لو وردنا الذهاب إلى صفحة العميل جلال عوض نضغط على أوبن فيتم تحويلنا إلى صفحة جلال عوض للعودة إلى الصفحة الرئيسية نضغط على هذا الزر نبدأ على بركة الله في البداية نذهب إلى أول خلية في عمود صفحة الزبون ونستدعي الدالة hyperlink يساوي ثم hyperlink هذه الدالة نقوم بالنقر عليها بزر العصر للموس مرتين فيتم إدراجها نذهب إلى شريط الصياغ ثم نذهب إلى fx إدراج دالة أو insert function فيتم إظهار النافذة الخاصة بالدالة hyperlink نتكون الدالة hyperlink من جزئين الجزء الأول هو link location رابط الموقع لأن نريد عند الضغط على هذا الرابط أن يتم تحويلنا إلى خلية في صفحة الزبون زهير إبراهيم نضع المؤشر في link location ثم نذهب إلى صفحة الزبون زهير إبراهيم ونختار خلية الرصيد الخلية h2 بهذا الشكل ثم الجزء الثاني من المعادلة هو جزء لfriendly name أو الاسم الذي سيظهر في الخلية التي ستضغط عليها نختار مثلا كلمة open أو أي كلمة تريدها ثم نضغط على ok الآن ضغطنا على الرابط تلاحظ ظهور هذه الرسالة أنك لا تستطيع أن تقوم بفتح الملف المحدد الآن لتفعيل الرابط بشكل صحيح نضغط على الخلية التي قمنا بعمل المعادلة فيها ثم نرجع إلى fx insert function أو دراج دالة ثم نذهب إلى الجزء الأول من المعادلة link location ونقوم بوضع علامة تنصيص shift وطا ثم نضع رمز السلم أو علامة الهاش بهذا الشكل ثم نذهب إلى آخر النص المكتوب ونضع علامة تنصيص shift وطا وضعنا علامة تنصيص ثم هاش ثم نضع ثم وضعنا علامة تنصيص في آخر النص ثم نضغط على ok الآن لو ضغطنا على الرابط تلاحظ أنه تلقائيا تم تحويلنا إلى صفحة العميل زهير إبراهيم ما تلاحظون تم تحويلنا لأن تطبيق هذه المعادلة على كافة الزبائن أو العملاء دفعة واحدة مهما كان عدد الزبائن حتى لو وصل إلى مليون زبون أو عميل يمكننا ذلك من خلال الرجوع إلى الخلية التي تحتوي على المعادلة ونضغط على أي مكان فارغ في الخلية ثم نرجع إلى شريط الصيغة ونضغط على insert function أو إدراج دالة فيتم فتح الدالة الموجودة في هذه الخلية نذهب إلى الجزء الأول في المعادلة فيه link location ونذهب إلى الإسم الموجود ونظلله ثم نحذفه من خلال الضغط على delete ثم نضع علامة تنصيص shift وطا ونضع الرمز and shift و7 هذا الرمز ثم نختار الخلية التي تحتوي على إسم الزبون ثم مرة أخرى نضع and shift و7 ثم نضع علامة تنصيص قمنا بحذف الاسم ووضعنا علامة تنصيص ثم and والخلية التي تحتوي على الإسم ثم مرة أخرى and ثم علامة التنصيص لنضغط على ok ونقوم بسحب المعادلة للأسفل لتطبيقها على كافة الزبائن أو العملاء بهذا الشكل الآن لو ذهبنا إلى أي زبون مثلا الزبون سامر رمضان وضغطنا على open تلاحظ أنه تم فتح صفحة العميل أو الزبون سامر رمضان رصيده سالب 219 رصيده سالب 219 الآن مثلا الزبون رمضان سعيد لو قمنا بالضغط على الخلية يتم فتح صفحة العميل أو الزبون رمضان سعيد وهكذا على كافة الزبائن كما تلاحظون الآن لوضع رابط في كافة أوراق العمل الخاصة بها العملاء ليتم إرجاعنا إلى الصفحة الرئيسية يمكننا ذلك من خلال الذهاب إلى أحد أوراق العمل فيها الأسفل ثم نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار select or sheets أو تحديد كافة أوراق العمل تلاحظ أنه تم تلوين كافة أوراق العمل باللون الأبيض نذهب إلى ورقة العمل main أو الرئيسية ونضغط على control ثم ننقل عليها بالزر الأيسر للماوس ليتم إزالتها من التحديد ثم نذهب إلى الخلية التي نريد أن نضع فيها الرابط الذي يرجعنا إلى الصفحة الرئيسية مثلا هذه الخلية ونستدعي الدالة hyperlink مرة أخرى يساوي ثم hyper هذه الدالة نقوم بالنقر عليها بزر الأيسر للماوس مرتين فيتم إدراجها ثم نذهب إلى fx إدراج دالة أو insert function فيتم فتح المعادلة في الجزء الأول من المعادلة link location نذهب إلى ورقة العمل التي نريد أن نقوم بفتحها عند الضغط على الرابط في حالتنا هذه ورقة العمل main أو الرئيسية نقوم بفتحها ثم نضغط على الخلية التي نريد أن يتم تفعيلها عند الضغط على الرابط مثلا هذه الخلية تلاحظ ظهور هذا النص يبدأ بـ main أو اسم ورقة العمل ثم علامة تعجب واسم الخلية التي نريد أن يتم تضليلها أو تحديدها عند الضغط على الرابط نضع في بداية النص علامة تنصيص أو علامة اقتباس ثم رمز السلم أو الهاش وفي نهاية النص نضع علامة تنصيص شفت وطا بهذا الشكل ثم في الجزء الثاني من المعادلة نضع النص الذي نريد أن يظهر في خلية الرابط نضع مثلا الرئيسية ثم نضغط على اوكي تلاحظ ظهور الرئيسية في هذه الصفحة الآن نضغطنا على هذا الرابط سيتم تحويلنا تلقائيا إلى صفحة من سيتم تفعيل الخلية التي قمنا باختيارها وهي الخلية جي تنين الآن لو ذهبنا إلى أي ورقة عمل خاصة بأي زبون ستلاحظ وجود الرابط الذي قمنا بعمله لو ضغطنا عليه سيتم يرجعنا إلى ورقة عمل من أو الرئيسية ثم لو اخترنا هذا الزبون أو هذا العميل ضغطنا على عوبن يتم فتح صفحته الآن وذهبنا إلى الرئيسية سيتم يرجعنا إلى الصفحة الرئيسية مثلا لو اخترنا جلال عوض يتم فتح صفحة العميل أو الزبون جلال عوض ضغطنا على الرئيسية يتم إرجعنا إلى الصفحة الرئيسية أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة